تبقى للقواعد والشروط المنظمة بس فرص الاستثمار دي هي الاكثر استدامة باختصار الحكومة جابت معظم اهداف التنمية بتاعت سلاتين تلاتة اربعة في خطوة شطرانج واحدة برافو عليكم ولكن القادم لسه فيه شغل كتير قوي خلونا يعني ما نحتفلش قبل الاوان خلونا نحيي الناس ونقول لهم برافو عليكم اللي جاي اصعب لان اللي جاي هيكون بناء على ده النهاردة زي ما قلت من شوية اول امبارح كان فيه حالة ضبابية وحالة شك وريبة وخوف وقلق وبكر عامل ازاي وليس لها من دون اللي هيكاشف لكن دلوقتي بعد تمانية واربين ساعة من الاحساس ده بقى الوضع مختلف فدعونا لنا تشكك اولا ثانيا خلينا واحنا بنتكلم في الوضع ده بنقول طب هذه فرصة طيبة فيه ظرف صعب وماذا ايضا انا دوري ايه كوسامة كمال ممكن اعمل ايه من بكر عشان اساهم في ده حضرتك دورك ممكن يبقى عامل ازاي الرسالة جات لنا من محلل الاقتصادي قاعد في دبي لان مصر بلد كبيرة جدا بيها الكثير من الخير والكثير من الخيرات مش كل الخير بترول مش كل الخيرات دهب مش كل ما سيأتينا هودا لكن احنا عندنا موقع عندنا مكان جميل عندنا بلد جميلة عندنا شعب جميل عندنا قدرة اننا نحقق ما نريد اتمنى ان لما يتم التطوير في رأس الحكمة وغيرها اتمنى ان يتساب لينا المساحات كمواطنين مصريين اننا نشوف البحر طول الوقت وما يحصلش تاني زي ماقول زي اسكندرية وهرجع لسكندرية لان بجد انا زعلان وحزين حتى الراجل قعد في الامارات خد باله ان انا متربي في اسكندرية لكن اللي بقوله بقول احنا عايزين يعني مشاريع عظيمة جميلة تبقي على طبيعة مصر وصورة مصر وانا متأكد ان هذا الاستثمار بهذا الشكل مع وجود مخططين عالميين هيحفظوا على ده مش هنلاقي نفسنا قدام كتل اسمنتية زي اللي موجودة في اماكن اخرى في مصر خلينا طبعا مش عايزين هذا الموضوع يخلينا ننسى احنا اللي بنتفكر فيه وبنتكلم فيه كل يوم بقالنا النهاردة 140 يوم لولا دي سيلفا رئيس البرازيلي بيفكرني بالله انا بعمله الحقيقة كل يوم هو كمان ما بيساقش قال للإسرائيلين ان تزايقوا زي هتلر متهمين بالابادة الجامعية واللي بيحصل في غزة مايفرقش عن الهولوكوست عشان يجيبوا السفير ويوبخوه ويفرجوه متحف الهولوكوست بتاعهم ويقولوله انهم منتظرين اعتذار اعتذار من مين من دا سيلفا فده سيلفا قال لهم من عناي عايزين اعتذار خدوا اعتذار فانبارح كان في رئيس دو جينيرو وقال بكر اللي بتعمله اسرائيل عبادة جامعية ومتمسك بتصريحاتي ويعمله اللي هم عايزينه اسرائيل مش بتقتل لجنود ولا ارهابيين دول بيقتلوا نساء واطفال قال انه بيتمنى انشاء دولة فلسطينية مستقلة زاتة سيادة ولما دا يحصل ممكن ساعتها نتكلم عن التعايش مع اسرائيل دا كلامه وبيأكد تمسكه بالتصريحات اللي قالها في اثيوبيا اللي خلته شخصية غير مرغوب فيها في اسرائيل هجومه كمان كمل على مجلس الامن اللي هو دا سيلفا اعتبره عاجز بسبب الفيتو الامريكاني قال ازاي يعقل ان رأي 13 دولة يتعطل بسبب رفض دولة واحدة تحت شعار الفيتو ففي صحفي برازيلي اسمه بيبي اسكوبار عمل انترفيو مع موقع اسمه 247 برازيلي قال لهم تصريحات دا سيلفا لازم تمثل كل امريكا الجنوبية وتمثل كل مجموعة البريكس وتمثل كل العالم الحر ورد على تصريحات وزير خارجية اسرائيل اللي هو يسرائيل كاتس اللي حكيت لكم الملف اللي سود بتاعه اخر الاسبوع اللي فات واللي قال ان لولا دا سيلفا شخصية غير مرغوب فيها فقال له انتو اللي دولة غير مرغوب فيها لان لولا بيكلم عن حقيقة لا جدالة فيها شايفها الكوكب كله كلام دا خلاني ااخد جولة في الصحافة البرازيلية عشان اشوف الخطاب الاعلامي عن حرب غزة في البرازيل الحقيقة كنت ممتنة ليهم جدا لانه رغم القلم والقهر في غزة لقيت جوايا شوية امل ان لسه في ناس تقدر تشوف الحقيقة وينحازوا للانسانية ويستخدموا مصطلحات واضحة وسائل اعلام كبيرة بتخاف انها تستخدم المصطلحات دي وبيتداروا ورا شوية كلام مايا قريت في الصحافة البرازيلية عنوين زي اسرائيل قتلت 1524 طفل في غزة والجثامين في الخنادق